استعادت الهيئة العامة للأثار في محافظة حضرموت وفي مدينة المقلة تحديدا العديد من القطع الأثرية المنهوبة والمنهوبة من صيف البعة وتسعين تحديدا حيث تمكنت الهيئة من استعادة ثلاثة وثمانين قطعة أثرية مهمة خلال العام 2017 اطلقت الهيئة العامة للأثار نداء للمواطنين لعادة الأثار أو المقتنية التي تم فقدها على مدى سنوات مختلفة في خاصة في 1994 وقد استجاب كثير من مواطنين لهذا النداء ورجعوا الكثير من القطع التي فقدت في هذا العام خاصة ولازم نطلق هذا النداء لعادة ما لديهم فمكانها الطبيعي هو المتاحة وليس البيوت نحن اليوم فخورين جدا أن يكون داخل حضرموت مثل هذا المتحف الذي سيضيف أيضا للسياحة داخل هذا البلد رونك آخر أغلب القطع الأثرية التي تم استعادتها ثمينة وفريدة تمثلت بالسيوف السلطانية وقطع أخرى خاصة بالقاعة الحمراء لجناح السلطان ومطبخ السلطان إضافة إلى العديد من الآثار الأخرى والتي تم استعادتها بمساعدة البحث الجنائي وبعض الأجيزة الأمنية الأخرى استطعنا في العامة الآثار المتاحة خلال الفترة الماضية وخلال عارة متحف مكلة من استعادة بعض القطع الأثرية تمكننا بفضل الله من إعادة السيوف السلطانية أيضا تمكننا بمساندة من الأخوة في البحث الجنائي بأمن ساحل حضرموت من إعادة بعض القطع في القاعة الحمراء العيدة للجناح السلطاني وأيضا تمكننا من إعادة مجموعة من القطع التنتمي إلى المطبخ السلطاني مجموعة حوالي ثلاثة ثمين قطعة تم استعادتها خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى مجموعات المشترى أيضا نطمح اليوم في 2022 في مشروع جديد متمثل في تعزيز مجموعات متحف المكلة داخل القصر أيضا في بعض التحف والهدايا التي تعود لما قبل الميلاد نحن اليوم ونحن نراها ونحن نتجول داخل هذا القصر تعطي روح أنه كان لنا زمان كان لنا تراث كان لنا تاريخ كان لنا حضارة زمان وهذا الشيء الذي يعزز عندنا الانتماء لحب هذا الوطن استعادة الآثار والتاريخ شيئا مهما وموافقة الأهالي وتقبلهم للفكرة جانبا مهما آخر بمعنى أن اليمنيين مهتمين بتاريخهم وهويتهم وذاكرتهم التاريخية ومن هذا المنطلق جاءت مبادرة استعادة الآثار المنهوبة سواء تلك التي كانت في منازل المواطنين أو أماكن خاصة أو عامة فالتاريخ تاريخ اليمن وتاريخ الجميع والمحافظة عليه واجب وطني والتزام أخلاقي قبل ذلك ترجمة نانسي قنقر